للمزيد من المتابعة والحديث في هذا الموضوع ينضم إلينا من لندن السيد أكرم عطلة الكاتب والباحث السياسي سيد عطلة أهلا بك معنا نقرأ معك ما كشفت عنه صحيفة دعوت أحرنوت الخطط الاستيطانية الجديدة في مدن الضفة الغربية تحديدا مدن الشمال بعد الإعلان عن مخطط فك الارتباط قبل أسابيع هل بالفعل بدأت إسرائيل بتنفيذ هذه الخطط على الأرض مساء الخير أستاذ حازم لكم لجميع السيدات والسادة ومشاهدي خناة الغد علينا أن نتابع بسموتريتش ربما أن هذا ميزان مقياس حقيقي للحكومة الإسرائيلية وليس بقية أعضاء الحكومة الذين يتحفظون في تصريحاتهم أو حتى في ما يقولون في خطاباتهم سموتريتش هو الشخصية الأخوة في هذه الحكومة ببساطة شديدة لأنه يميني عقائدي سبق وأن حرم بنيمين نتنياهو من رئاسة الحكومة عام 2020 وبالتالي يدرك بنيمين نتنياهو أن سموتريتش ليس بن جفير عندما يتحدثه وبالتالي هو يطبق كل شيء بدأ بالتطبيق هو لم يكن من المصادفة أنه قاتل حتى يأخذ مسؤولية وزارة الدفاع عن الضفة الغربية وليس فقط وزير مالية هو وزير دفاع في وزارة الدفاع مسؤولا عن الضفة الغربية إذن تكتمل الأمور وبين وزير المالية ووزير الدفاع المسؤول من الضفة الغربية يصبح في سلاسة بالإجراءات والتصرفات برنامجه كان واضح وأكثر من تصريح له اليوم وأكثر من تقدير للصحفيين الإسرائيليين أنه يسعى إلى خنق السلطة وكذا كله يتكامل في برنامجه الذي أعلنه عام 2018 في مؤتمر حزبه وهو أنه أمام الفلسطينيين خيارات محدودة إما أن يقبلوا تحت الحكم الإسرائيلي أو يرحلوا أو القتال وبالتالي الضفة الغربية هي جزء من الأيدلوجيا التوراتية هذا رجل توراتي متطرف هي جزء من الأيدلوجيا لديه كل الإمكانيات لتنفيذ ذلك ونظرا لحساسية وضعه في الحكومة الإسرائيلية هو يتحرك دون أن يلقى معارضة من أي أحد طيب الأهداف السياسية والاستراتيجية هل ما يجري مجرد مخططات السيطانية أم أن الأمر أبعد من ذلك الحديث عن خطة لإنهاء وجود فلسطيني سياسي كيان في الضفة الغربية إضافة إلى ضمن الضفة الغربية إلى إسرائيل الحديث عن سموتريتش ربما هو نموذج لمركز القوة بالحكومة الإسرائيلية ولكن هو بن يمين نتنياهو أيضا ضد اتفاق أسلو علينا نتذكر أنه يعتبر هذه السلطة وجاءت باتفاق اليسار عقد هذا الاتفاق وكان مكلفا على إسرائيل حتى عندما في فترة نتنياهو زادت العمليات والساكاكين في القدس فورا قال لهم بعد أسلو قديش دفعوا الثمن الإسرائيليين بمعنى أن يستخدم عدد القتل الإسرائيليين ما بعد أسلو للنايل من أسلو بمعنى أنه هذا هو مشروع برنامج إذن هناك مخططات استراتيجية بالتأكيد السيطرة على الضفة الغربية سواء نتنياهو بكتابه ومكان بين الأمم في المقدمة من هذا الكتاب يسميه أرض الآباء والأجداد الضفة الغربية تحدث عن أرض الآباء والأجداد وبتليل سموتريش أيضا يعود للنصوص التوراتية لتكون هذه الضفة الغربية أرض الآباء والأجداد إذن لدينا مشروع استراتيجي ولكن هذا المشروع ليس سياسيا فقط هو مشروع توراتي يترجم نفسه بطرق سياسية باتت تمتلك أدواتها كل اللازم لتنفيذ هذا المشروع الآن اليمين التوراتي هو في الحكم ما بين شراكة الحكم ما بين اليمين القومي واليمين الديني وبالتالي سموتريش لا يمثل نفسه في هذه الخطة هناك دعم من قبل الحكومة اليمينية المتطرفة لكن ألا تخشى إسرائيل من سمعتها في هذا الملف تحديدا هناك عقوبات فرضت على قيادة الاستيطان في الضفة الغربية مستوطنين بأعينهم تمت إدانتهم من قبل منظمات دولية وفرض عقوبات عليهم أوروبيا كذلك يعني بدأ عود للخمسينات عندما قالوا لفنجوريون أحد الجنود وهو في زيارة لثكنة عسكرية بعد دير يسين قالوا العالم كله ضدنا مش يمرر المذبحة قالوا لا تنتبه ليس المهم ما يقوله العالم المهم ما يفعله اليهود هذه النظرية لازالت تترجم نفسها إسرائيل بنت نفسها ليس بما يقوله العالم بل مما فعله اليهود على الأرض حتى الآن ما يتفعله الجيش الإسرائيلي لو كان يحسب حساب العقوبات إذا رئيس العقوبات الدولية لما وصل إلى هذا الحد إذا رئيس الدولة ووزير الدفاع مطلوبين للمحكمة الدولية في أكثر منه ومع ذلك يستمر القتل في قطاع غزة هذه العقوبات وشفنا ردود الفعل رأينا سموتريتش بنكفير حتى بن يمين التاني هل جميع في إسرائيل حتى حزب الليكود أدان وضرهم في القائمة السوداء وإغلاق حساباتهم بنكية لأربع مستوطنين هذا لا شيء بالنسبة لهذا المشروع مستعدون هذه تضحية بسيطة وبسيطة جدا أمام ما يعتبرونه عظمة المشروع التوراتي في الضفة الغربية التداعيات سيد أكرم عط الله الحديث عن أن هذه الخطوة ستجلب إلى إسرائيل الأمن وفق معتقدات سموتريتش بنكفير وكل قادة الاستيطان في الضفة الغربية ومن يدعمون هذا التوجه الآن داخل الحكومة هل هذه الخطوة الاستيطانية الكبيرة ستجلب الأمن لإسرائيل؟ من السبعة وستين احتلت إسرائيل الضفة الغربية وخطاع غزة والقدس وكل الأدوات استخدمتها وفي كل أداة تقول أن هذا الشكل هو يجلب الأمن لإسرائيل مرة بالإغلاق ومرة بالحصار ومنع السفر والقتل كل الوسائل لم تعدم إسرائيل وسيلة وبالاستيطان يتحدث أن الاستيطان هو الوسيلة بعدين يكتشف الاستيطان سبب للصراع لا شيء يجلب الأمن لإسرائيل وإسرائيل تدرك أنه لا شيء يجلبها الأمن سوى التعايش بحث عن أفاق الحل مع الجار الذي اكتشفوا في السابع من أكتوبر أنه في غرف نومهم كانوا يعتقدوا أنه بعيد وبينيانين نتنياهو نعود أستاذ حازم لخطابه قبل شهر من سبع أكتوبر بالأمم المتحدة كان يقول أنه على الرئيس الأمريكي أن لا يسمح للفلسطينيين أن يعترضوا على مصار التطبيع القادم في المنطقة بمعنى أنه لم يكن يرى الفلسطينيين فاكتشف أنه الفلسطيني تاني يوم موجود في غرفة نومه والتالي هذا الإنكار الإسرائيلي ستستمر الإسرائيل بالإنكار ولن تجد حل لكن بالمقابل الحل الأبرز أنه أمام هذه خطر خطر شديد يحيط بالضفة الغربية يحدق بها بشكل جدي مشاريع سموتريتش مشاريع بنيمين نتنياهو ما يحدث في قطاع غزة ارتداداته على الضفة الغربية أي شعور إسرائيل بأن الكاميرا والعالم كله مهتم بقطاع غزة وبالتالي يمكن له أن يفعل ما يشاء تحت هذا الغبار الصاعد من قطاع غزة يمكن له أن يفعل ما يشاء في الضفة الغربية لكن الواقع يقول ذلك سيد أكرم عطالله التهويد لا يزال مستمرا وبدأت وطيرته بالتصاعد منذ السابع من أكتوبر إضافة إلى الاعتقالات الواقع الأمني القديم الجديد المتصاعد في مدن شمال الضفة الغربية ينتابع ما يجري الآن في كفردان في جينين إضافة إلى نابلس وبعض المناطق الأخرى إسرائيل تستغل إذن هذه الحرب لزيادة قدم الأراضي كما خطة سموتريتش اليوم صحيح صحيح إذا نذكر أنه الولايات المتحدة الأمريكية كانت تطلب من إسرائيل ألا تقوم بأفعال استفزازية تؤدي إلى تدهور الوضع في الضفة الغربية وعقدت قمتين العاقبة وقمة شرم الشيخ الآن الولايات المتحدة الأمريكية والعالم كله مشغول في قطاع غزة وبالتالي هذه فرصة لإسرائيل لتقوم بما لم تكن قادرة على القيام به خلال ما قبل 7 أكتوبر وبالتالي إسرائيل تستغل هذه فرصة لكن أستاذ حازم أنا كنت أقول أنه أين الفلسطيني من هذا إذا كان المشروع الفلسطيني مهدد بهذا الشكل إذا كان في خطر شديد على الضفة الغربية طبعا الخطر أصبح واقع محقق في قطاع غزة أمامنا لكن الضفة الغربية وهي أهم العقل التوراة بالضفة الغربية إسرائيل حتى الآن لا زالت تتحدث عن انسحاب إسرائيلي من قطاع غزة وجود أمني سيطرة أمنية ولكن ليس سيطرة إسرائيلية بالمعنى الأرض والمعنى السكني في الشلة بن جافير هذا واحد مجنون اللي بتحدث عن إعادة بناء مستوطنات في الضفة الغربية لكن الإجماع الإسرائيلي ضد بناء مستوطنات في الضفة الغربية إذا كان الأمر بالضفة الغربية لا يجوز أن تبقى منظمة التحرير الفلسطينية بهذا الشكل الضعيف الذي لا يمكن له من مواجهة أي قرار من قرارات الحكومة الإسرائيلية لا يمكن أن تبقى المؤسسة الفلسطينية على حالة الضعف والوهن التي تمر بها أكرم عطالة الكاتب والباحث السياسي كنت معنا من لندن شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر